اشتركوا في القناة وهي جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد هي جيدة لعلاج الأسنان العمليات الصغرى تقليم الأظافر وحلاقة الشعر القمر سيظل في هذه المنزلة لغاية الساعة 5 صباحا بتوقيت جرينيتش من صباح اليوم الاثنين لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء جديد بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الحمل معناته في هاي الفترة منشعر بطاقة كبيرة للعمل ومنكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة ومنلاحظ أيضا في هاي الفترة أنه أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك وأيضا إدخال تعديل على قصة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا البطية طبعا في عنا زاويتين لمأثرات حاليا بالتأثير مباشر الزاوية الأولى هي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين أورانوس وحكينا هاي رح تظل تأثيراتها لغاية يوم خمسة عشر تسعة هاي الزاوية بتعزز قدراتنا الإدارية وبتضفي جاذبية على شخصيتنا وبرضو بتعزز من قوة الحدث لدينا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع المنفصلة لبين زحل وبين أورانوس وهي تأثيراتها ليوم ستعاش حداش بنصبح مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في الحكومة واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث في السك الحديد وبالدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل مع القمر هي زاوية عندنا الزاوية الأولى تزديس إيجابية بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وستة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش يعني تأثيراتها من ساعات منتصف الليل لغاية ساعات المساء نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين زحل وهاي راح تكون في تمام ساعة خمسة وخمسة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش يعني تأثيراتها من ساعات الظهر وبتستمر لغاية ساعات ما بعد منتصف الليل يعني تدخل تقريبا في أول ثلاث ساعات من يوم الثلاثاء فمنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية اليوم اللي هي الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرين والدم طبعا هاي الأعضاء أكثر حساسية لازم نوفر لها العناية الإضافية إذا شعرنا بأي شيء غير اعتيادي مراجعة الطبيب طبعا ينصح بإجراء العمليات الصغرى اليوم ولكن بالنسبة للعمليات الجراحية دون اللي ذكرناها لا تصلح للعمليات الجراحية هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ويصلح أيضا لإزالة الشعر الزائد ولا يصلح لقص الشعر العلاجي لكن يصلح لقص الشعر التجميلي والصبر بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الحمل خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء 13 تسعة بيبدأ في تمام ساعة أربعة واثنين وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة 11 تسعة وثلاثين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعدها في برج الثور أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره 16 يوم في تمام ساعة خمسة واربعة وعشرين دقيقة بعد العصر بيصبح 17 يوم نسبة الإضاءة بتصير 90% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 23 تسعة منتحسي بنسبة 10% القمر في الحمل حتى يوم 13 تسعة الآن هو سعيد بنسبة 45% في ساعات الصباح بترتفع نسبة السعودة لستين في المية في ساعات العصر بتنزل نسبة السعودة لغاية 30% أو السعادة لثلاثين في المية عطارد في الميزان بيتراجع حتى يوم 23 تسعة منتحس بنسبة 10% طبعا بيتراجع في الميزان ورح يرجع للعذراء ويكمل تراجعه الزهرة في العذراء حتى يوم 29 تسعة منتحس بنسبة 10% المريخ في الجوزاء حتى يوم 30 سعيد بنسبة 45% المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم 28 تسعة منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 تسعة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22 تسعة منتحس بنسبة 10% نيبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% وبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم نشاطكم عالي وطاقة عالية جدا ممكن اليوم تهتموا بمظهركم أو بتغييرات شخصية مثلا أو نفسية أو جسدية حتى هاي مرحلة تعتبر مرحلة انطلاقة جديدة لحياتك لمشاريعك بتتمتعوا بنشاط عالي جدا إن كان جسدي أو ذهني وإنت اليوم سباق ورائد في حق الإختصاصك واليوم ممكن تتلقى إيجابي أو جواب على شيء مهم جدا كنت بتنتظره في الأيام الماضية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر بما أنه موجود في بيت المتاعب معناته فترة صعبة جدا لازم ما تبالغوا في مجهودكم الجسماني حاولوا أنك تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وتنتبهوا لغذاءكم وراحتكم بتنخفض وطيرة الحياة بشكل كبير وبتتأخر مشاريعك وربما تلغى أهم شيء أنك تتجنب اتخاذ القرارات وتتأكد من حجزك لأنه ممكن تكون حاجز لشيء معين ويتأجل أو شخص يكون وعدك بشيء وما يوفي فتتفاجأ بالإلغاء فكون جاهز لأي إلغاء أو سوء تفهم برج الجوزاء بالنسبة لما وليد برج الجوزاء طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة أهم شيء أنك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك اليوم يعني نشاط عالي جدا عن المستوى الاجتماعي فلازم تستغل علاقاتك لحل مسألة معينة كان صعب أنك تحلها لحالك اليوم راح تحصد على تأييد لا بأس فيه أهم شيء أنك تكثف ارتباطاتك وانت اليوم بحاجة لتعاون الآخرين معك تعتبر هاي الفترة فترة ممتازة لطلب المساعدة برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكم اليوم أنكم تحفظوا على إنجازاتكم القائمة حتى يعني اليوم ممكن أنك تبادر للتقرب من المسؤولين لا زيادة أو لا تقييم أو لا شغلات من هذا النوع إذا كنت أنت تستحق ذلك أهم شيء أنك تهدي من روعك ما في داعي للإنفعالات لأنه هذا بيت السمعة وهاي فترة سلبية مشحونة بالمتاعب والتوتر حاولوا أنكم تعلجوا الأمور بهدوء وقدموا أفضل ما عندكم دون مغامرات ودون مجازفات أو أي شيء بشوه السمعة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم من الأيام الإيجابية لإلكم فاليوم بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة ويعتبر هذا يوم مناسب لإجتياز امتحان أو جراء مقابلة أو أمور إلها علاقة بالسفر البعيد أو العلاقات مع أجانب بتقدروا تظهروا تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة وبتنجحوا بالترويج لعملكم وكسب الدعم والتأييد أهم شيء ما تهملوا واجباتكم حتى ولو كثرت أو صعبت نظموا وقتكم بشكل جيد تفادي لأي تأخير عادي منعك حكينا الاتصالات وعطارت بتراجع في البيت الثالث يعني أعذروني وممكن اليوم أنك تقدم على أي أمر ولكن أقولك اقدم بجراءة وثقة ولكن بدون انفعال وعصبية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة بتظل متاحة لمكسب إلو صلة بشراكة أو تعويض ولكن متكوا تحذروا اللي هو تراجع وطارد في بيت المال اللي بيزيد مصاريف أو بيجيب مصاريف أو صعوبة في التحصيل على بعض الأموال بادروا لتصحيح الأخطاء اليوم وترتيب الأوضاع وانتو اليوم بحاجة لا طاقة عالية جدا ومتانة يعني بمعنى آخر يعني بدك تتحامل على نفسك وتركز بشكل جيد بدون انفعالات بدون عصبية رتب أمورك وما تترك ذيول المتاعب إنها تسيطر عليك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بترغبوا اليوم في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني طبعا شراكاتكم إن كان لهي شراكات مالية أو شراكات عاطفية أهم إشي إنه اليوم لأنه طاقتكم قد تكون ضعيفة أول إشي عطارت بتراجع عندكم القمر صار مقابلكم وهو بمراحل الاكتمال فبدكوا تتجنبوا الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذروا من الحوادث والأعداء لأنه بالفترة هاي كثر وإنت سهل استفزازك وسهل جدا إنك أنت تحمل على أشخاص طاقة سلبية بسبب العصبية أو تقلبات مزاجك برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل واليوم ممكن تجدوا تعاون من الزملاء تقدروا تنظموا جدوى الغذاءكم وتأخذوا قسط من الراحة من حين لآخر القمر موجود في بيت العمل وبيت الصحة فعشان هيك من المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات حاول إنك ما تشتغل أكثر من عمل بنفس الوقت عشان ما يتراكم العمل عندك ويصير في قصور أو عدم قدرة على إتمام أعمالك فعشان هيك ما تخلي الأعمال تتراكم إنجز المهم بعدين الأقل منه أهمية وبتكثر عندكم النشاطات وربما بعض موليد برج العقرب يشعروا ببعض التعب برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم والظروف بتكون جيدة احتمال إنه يكون في بعض القلق اتجاه أحد الأحبة ولكن أجواء جيدة وداعمة جدا بالنسبة لإلك وعندك نشاط عالي جدا وكمان عندك طاقة للترفيه وتغيير الجو والأمور هاي يعني بتدعمك بشكل كبير حاول إنك اليوم تغير من نفسيتك تغير من لباسك من قصة شعرك أو أي شيء لأجل إنك تشعر بنوع من أنواع التغيير أو حاول إنك ترفحن نفسك يتمارس هواية محينة أنت طبعا خلال هذا اليوم تستحق كل شيء لأنه بالأيام الماضية كانت بالنسبة لإلك متعبة جدا برج الجدي بالنسبة لما أوليد برج الجدي طبعا القمر موجود في البيت الرابع لإلكم فعشان هيك بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة تعتبر هاي فترة مهمة لتعزيز الروابط بالرغم من الهواجس اللي أنت بتعيشها في نوع من أنواع تبادل زيارات والاتصالات المهمة ولكن ممكن يزود التوتر بسبب حدث طارئ أو مسألة عائلية أو أعطال منزلية أو نقاش حد فضبط الأعصاب مطلوب ما في بعض الاهتمامات اللي رح تكون لها علاقة بالسكن والعقارات أو تصليحات ترميمات زي ما حكينا ولكن أهم إشي إنك ما تتكاسل بواجباتك الاجتماعية برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات ومنكم أشخاص اليوم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح أو لفكرة معينة أو لطلب المساعدة باستطاعتكم برضو اليوم قلب المعدلة لصالحكم عندك سرعة بديهة قوية وعالية جدا حتى إذا عندك امتحان اليوم يعتبر مناسب لتقديم الامتحانات والمقابلات ولكن بسبب تراجع وطارد من قلك لا تعتمد كثير على الحضوض أهم مش أنه اليوم برضو ما تبقى وحيد بل حاول أنك تبحث عن الأصدقاء والأحباء عشان تعزز الروابط أنت بتمتلك سرعة بديهة وخاطر ومهارة ملموسة برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعا بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي أو منكم أشخاص ممكن يسترد مال بيعود له أو يحصل على هدية أو يطالب بحق مثل مال ضريبة أو مال بيجي من ميراث أو حق ليلو قديم ديون داينها لأشخاص بدوا يحصلها فإلك حقية المطالبة فيها والأشخاص اللي بدهم يقدموا على مساعدات من الدولة أو بدهم يقدموا على قروض من البنوك برضو هذا يوم مناسب ممكن تسمعوا خبر سر أو يلعب قريب دور مهم في حياتكم خلال هذا اليوم بتهتموا بقضية إلها علاقة بالشراكة أو بالعمل يعني شراكة العياط طفية أو شراكة مع الزوج أو العمل وممكن اليوم تعالجوا الأمور بشكل دقيق وتهتموا للأولويات المالية أكثر أو بتجدوا الحلول والتسويات لبعض الأمور هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغبرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر